موسيقى 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 معلومة من التاريخ الاسلامي موسيقى موسيقى واخيرا الفيديو الذي انتظرتموه طويلا قصص من عالم مرعب وخفي فحثت كثيرا جدا وتمكنت اخيرا ان اتي اليكم بقصص مثيرة حدثت بالفعل داخل بعض مدارس الولايات المتحدة الامريكية القصة الاولى انها الحصة الاخيرة في يوم ممل كالعادة الا ان هذا اليوم كان مختلفا انه الجمعة مما يعني ان نهاية الاسبوع قد اقتربت ومعها تقترب عطلة الربيع كان الجميع يحترقون شوقا للمغادرة وعلى عكس زملائنا لم نأخذ اختبارات في ذلك اليوم بل قرر المعلم اثناء الحصة ان نلعب لعبة على موقع الكتروني وكان هذا المدرس من النوع اللطيف الذي لا يحب تعقيد الامور وبينما كنا نلعب لعبة الماركات والشعارات على الموقع حدث شيء مفاجئ نعم انا اذكر جيدا لحظة حدوثه كان صديقيا قد اجاب عن السؤال انا اتذكر الاجابة جيدا ايضا لقد كانت اديدس عندما سمعنا صوت ناظر المدرسة عبر مكبرات الصوت وكان صوته يرتعش وكأنه رأى شبحا ما واكد بشدة على كلامه للمدرسين هذا ليس تدريبا على الجميع الذهاب فورا الى اماكن امنة وسيتم اغلاق المدرسة بالكامل اصبني ذعر تام حينها خاصة عندما شاهدت المعلم الهادئ الاعصاب دائما يصاب بالذعر هو الاخر قام بسرعة باطفاء الانوار وقادنا الى نهاية الحجرة جلسنا جميعا في صمت لمدة دقيقتين تقريبا بعدها تم قطع الكهرباء عن المدرسة تماما تبدلنا نظرات خائفة وادركنا جميعا خطورة الموقف مضت عدة دقائق اخرى سمعنا بعدها صراخا عاليا واززاد خوف الجميع عندما بدأت اثنتان من زميلاتنا في البكاء بشدة استمر صوت الصراخ بالاغتراب شيئا فشيئا حتى بدأ بالطرق على الخزانات الموجودة خري الحجرة وكان صوت رجل مخيف جدا واخذ في الصراخ والتهديد ساقتلكم جميعا في هذه اللحظة تحديدا بدأت اشعر بالخوف على حياتي حاول المعلم تهدئتنا كنا ننظر الى بعضنا البعض لنرى كيف يشعر الجميع وفجأة انتقل صوت الطرق من الخزانات الى باب الحجرة صرخت احدى الفتيات في رعب شديد لا ومع صرخاتها ازداد صوت القرع على الباب وبدأ الرجل بالصياح افتحوا الباب اصبح الجميع في ذعر كانت اللحظات تمر كأنها سنوات واخيرا تحرك الرجل المخيف من امام الباب واستمر في طريقه عبر الممر وهو يصرخ كالمجنون حتى اختفى صوته بالتدريج بعد عشر دقائق مرت كأنها نصف ساعة سمعنا صوت الناظر في مكبرات الصوت وكان من الغريب جدا ان يحاول توضيح ما يحدث حينها اخبرنا حينها ان رجلا مختلا عقليا على ما يبدو دخل الى المدرسة بعد مهاجمة موظفة الاستقبال التي هربت مسرعة خاري المبنى لم يكن امن المدرسة يعرف ما اذا كان الرجل مسلحا او لا بالطبع حدث ذلك قبل تجهيز المدرسة بكاميرات المراقبة وتشديد الحراسة عليها في ذلك الوقت كان هذا شيء ممكن الحدوث قام ريال الامن وقتها بمسح كل الادوار ولم يجدوا له اثرا عندها اخبر الناظر المدرسين ان يستمروا في الحصص الدراسية ولكن مع ابقاء جميع الابواب مغلقة باحكام وعدم مغادرة اي من الطلاب تحت اي ظرف كل هذا كان غريبا جدا لكن اغرب جزء عندما وجد احد العمال في المدرسة الرجل المجنون نائما داخل احدى الخزانات بالقرب من الجهة الخلفية للمدرسة ولقد سمعت بعض الاشاعات من زملائي ان الرجل كان يحمل في جيبه مسدسا على ما يبدو ان هذا العامل قام بفعل شيء غبي لايقاظ المجنون وقد كان باب الخزانة مفتوحا فتمكن من الهروب قبل وصول رجال الشرطة للقبض عليه لا احد يعلم حتى الان ما اذا كان تم القبض على ذلك الرجل المقبول ام لا ولكن اتمنى ان يكون المسكين قد حصل على المساعدة